عشان اقول لكم بالدقة ايه اللي حاصل احنا بقى عندنا ظاهرة كديدة كبيرة جدا جدا في حياتنا وهو ما يسمى بجواز التجربة ان احنا ندخل الجواز ونجربه تلع حاجة كويسة نكمل ما طلعش خلاص نفاركش وكأن الجواز ده تبقى زي خطوبة بالزبط بس خلينا بنقول غالبا ان اللي بيدخل الجواز وهو محتفظ بفكرة الزوج العازب ده في الغالب بيبقى الدافع عنده هو الدافع الجنسي مش هف حد جميل فعايز يعيش معه الحياة الجسدية ولكن هو مش مقرر انه هو يندمج معاه لكن مش عايز يتحمل اي مسئولية من مسئوليات الجواز ولا تربية الاولاد ولازم نحطه قدام الزوج العازب ده والزوج الهارب برضو لانه هارب من مسئوليات انه هو يبقى زوج لازم نحطه في اطار تحذير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كنه لازم نحطه في الاطار ده قبل ما يجاوز لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال للاشخاص اللي فيهم الصفات دي قال لهم من استطاع منكم الباقة فلا تزوج وطبعا الناس متصورين ان الباقة هي الاستطاعة الجسدية او المادية بس اهم من ده مسألة الاستطاعة النفسية القدرة النفسية القدرة على التكيف والانتماج واتاحة النفس لشريك الحياة وان انت تنتقل من الفردانية وتنتقل الى العيش في اطار الاسرة ان انت خرجت من مفهوم العازب الى مفهوم الزوج ان انت حتى في كل وقت ما تقدرش تفكر كفرد ولكن عليك ان انت تفكر كزوج وراعي الشخص ده في الغالب زي ما احنا عندنا فيه ناس مدمنين للعمل ومدمنين للسوشيال ميديا ومدمنين للخروج والسفر في الغالب الشخص ده بيبقى عنده ادمان من نوع تاني بيبقى هو هارب للانشطة البديلة عن الاسرة وساعات يهرب وينطوي على نفسه كمان يعني فيه نوع من انواع الزوج العازب ده ينطوي على نفسه وينلي يحصل وساعات يكتأب لانه هو ما كانش جاهز نفسيا انه هو يكون زوج ولازم نكون عندنا فهم صحيح لمفهوم الرجولة من انك انت بينجذب اليك الاخرين الى مفهوم الرجولة ان انت تستطيع ان انت تندمج مع امرأة وتستطيع ان انت تحتويها ويكون لك اسرة انت راعي ليها ولزايك حضرت النبي ابتدى في الحديث حديث الرعاية المشهور انا بسميه حديث الرعاية كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي الرجل راعي وهو مسؤول عن رعيتي ابتدى بالرجل هنا انا بربط حديث حضرت النبي صلى الله عليه سلم للرجل اللي قال انه عنده عشرة من الاولاد وانه ما قبلش واحد منهم قط فبقول دايما يعني حضرت النبي صلى الله عليه عليه وسلم وكأنه قال له وكأنك مكنتش مستعد للجواز وكأنك انت مش مستعد لتكوين الاسرة ماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك ولذلك ليه بقول كده لان الله سبحانه وتعالى قال وجعل بينكم مودة ورحمة اذا انت لازم تكون عندك رحمة ترحم شركة حياتك او ترحمي شركة او ترحمي شركة حياتك